حرب عنيفة وواسعة النطاق في معظم جبهات المواجهة بمدينة الحديدة رغم الإعلان رسميا عن وقف إطلاق النار فالمواجهات العنيفة استمرت من القوات الحكومية والحوتيين بمختلف أنواع الأسلحة حتى ساعات متأخرة من صباح الثلاثاء حيث ساد تبادل للقصف المدفعي العنيف والانفجارات والاشتباكات المعارك تركزت في مناطق المواجهة الذاتة وبالأخص في مدينة الصالح وشارعية تسعين والثلاثين شمال مدينة الحديدة وفي حي 7 يوليو وشارع الخمسين شرق المدينة يأتي ذلك على الرغم من إعلان وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية والحوتيين في وقت متزامن عن التزامهم الكامل بوقف إطلاق النار الأمم المتحدة وعلى لسان المتحدث باسمها السيفان دوغاريك كانت قد أعلنت عن دخول وقف إطلاق النار حيث التنفيذ وأوضح دوغاريك خلال مؤتمر صحفي في نيويورك أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار وهي اللجنة المشتركة البسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة ستبدأ مباشرة عملها في التولي تحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى وقع ملموس على الأرض وبحسب مصادر في الأمم المتحدة من المقرر أن يصل فريق من الخبراء الدوليين إلى الحديدة الأربعاء لتقييم الحاجات الميدانية واللوجستية لعمل فريق المراقبين لكنه شدد على أن هذه اللجنة ليست قوات أممية للحفو السلام وأنها تأتي في إطار المهمة التي يشرف عليها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفث وفي الأثناء تتواصل جهود البريطانية الهادفة إلى تمرير مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش تقديم مقترحات بحلول لنهاية الشهر بشأن كيفية دعم الأمم المتحدة اتفاق السويد عبر عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ودعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة هذه الموانئ والتفتيش فيها وكيف ستعزز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق ويدعو المشروع جميع الأطراف لاتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل دخول الإمدادات التجارية والإنسانية دون عوائق الأطراف تلزم الصمت حتى الآن إزاء الخروقات الخطيرة لوقف إطلاق النار في الحديدة في وقت تخيب فيه آمال وأبناء المدينة في الحصول على سالم قريب اشتركوا في القناة